اشتركوا في القناة عن الشيعة السوداني يعني وباركته بتصنيفات جامعية والتنمية المستدامة التي حققها العراق وان العراق حقق مركز اول في هذا الموضوع في تصنيف الجامعات في التنمية المستدامة وحقق المركز السابع عالميا هكذا وانا اتحدث عن هذا الموضوع والتنمية المستدامة الحقيقة واللي هو قال انها منهج من مناهج الحكومة اللي انحققت هذه الخطوة تؤكد منهج الحكومة بهذا الاتجاه وما يعني الخبر اللي الان رح يتحدث عنه يؤكد هذا المنهج اللي يتحدث عنه رئيس الوزراء الخبر يقول واللي وتحدثت به لجنة الزراع والمياه والاهوار النيابية النواب ضالف مجلس النواب اللي هم جزء من الحكومة ومجلس من ميشاتها وحزابها هكذا يقولون ان سبعين بالمئة سبعين بالمئة وخلوا جواها مليون خط سبعين بالمئة من الاراضي الزراعية العراقية أصيبت بالتصحر بسبب التأثيرات المناخية الله أكبر احنا اساسا من 21 سنة لحد الان من عام 2003 لحد الان معنا زراع الزراع انتهت والعراق البلد الزراعي تحول الى بلد مستورد استورد الطماطع والأخيار وكل شيء حتى الخضروات الكرفوس والمعدنوس استوردتها مبرر حتى تائم الزراحة او نجيب الفلفل والبيتنجال المدري منه من الجارة ايران حتى تنفيذهم كطيع ويزرعون زيان واستفادون عدهم فلح عدهم مراضي تزرع بس احنا ما نزرع واذا زرع فلاحنا لنشتري زراعته لنشتري محصوله ولا نسنده ولا ننزل الاسواقه بشكل بشكل مضبوط ولا ندعمه ولا نحمي ولا نحمي سعر السعر اللي ينزل به لذلك الضل البضاعة مالته وزراعته ظل على يعني بحظنة الى ان تتلف ويرميها ويحلف يمين انه بعد ما يزراعوا يترك الارض فاحنا من من الفين وثلاثة لحد الان ما عندنا زراعة الاراضي كلها تتحول الى صحراء وهمال وماكو خطة زراعية وماكو حتى تخصيصات مالية في الموازنات تشوفها يعني تفرح القلب وتجعلك تشعر انه هناك تنمية هناك اهتمام بالزراعة هناك ما عندنا هذا الموضوع واليوم تتحدث لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية عن ان سبعين بالمية من الاراضي الزراعية العراقية أصيبت بالتصحر بسبب التأثيرات المناخية الله أكبر زيان وحنا جسوينا ما هو السؤال هو تأثيراتكم مناخية نعم اكو جفاف واكو حر واكو معرف منه واكو كل شيء واكو اوبيا واكو معرف شنو حشرات وكل شيء لكن احنا سوينا ما كل البلدان تتعرض الى كوارث لكنها عندها خطط وعدها موارد وعدها دعم وعدها تخصيصات وعدها شغل حتى تحافظ على على ما تريده تحافظ على التنمية المستدامة اللي يتحدث عنها رئيس الوزراء يعني ما هي خططنا المستدامة لاحياء الزراعة هذه اللي يتحدث عنها واللي يبشر عراقين بها وهو ضمن منهج الحكومة شلون خلي يقول لنا العراق بلد بلا زراعة بلا صناعة بلا تجارة بلد يتنمد على النفوط يجي النفوط تأخذ الشركات هذه ضمن هذه العقود ووزعوها للشركات الأجنبية الشركات تأخذ حصة تطينا حصة ينتم باع بالسوق وتذهب إلى البنك الأمريكي وجزلنا فلوس والفلوس تذهب إلى رواتب وفساد وخراب وتندي القضية وما كان كل شيء والعراق مسيح إلى أسوأ ويقلوا نجام مجسر ويقولوا أن بدأت حملة عمار وكبيرة وعظيمة وناس الصفق وناس تلهل وناس تدق طبول وغريبة عجيبة ولو تجمع كل المجسرات كل المجسرات اللي سووها لحد الآن إذا طلع مبلغها مليار دولار يعني هذه مبالغة كبيرة إذا طلع مبلغها مليار دولار فهذا فعل شيء كبير جدا لحد الآن وارداتنا من النفط فقط خلال 21 سنة أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار يعني أكثر من 1500 مليار دولار إذا صرفنا مليار على المجسرات نسميها حملة عمار هذه إذا طلع المبلغ مليار ما يطلع مليار بس حتى إذا طلع مليار هذا نسميها عمار الكهرباء عندنا بعد 21 سنة تنقطع 10 ساعات وتجي ساعتين وبالساعتين كل ساعة مقطوعة والناس درجة الحرارة ستين درجة الحرارة ومصيبة كبيرة ويتحدثون عن تنمية مستدامة والزراعة 70% من الأراضي تصحرت بسبب التأثيرات المناخية طيب وين التخصيصات لمعالجة المناخ لمعالجة التربة لمعالجة البيئة لصناعة شيء لأخذ تجارب من العالم لحنا بلد زراعي تشجيع الفلاح تشجيع الناس على الزراعة تشجيع الناس على العمل لدينا 12 مليون واحد يأخذون رواتب من الدولة بس الرواتب واحد 80 مليار دولار سنويا طيب ماشي خلي يأخذون مو 12 مليون خلي كل العراقيين يأخذون رواتب من الدولة ماشي طيب بس شغلوهم في أماكن يفيدون العراق شغلوهم بالزراعة والصناعة يفتحون لهم مجالات العراقي يشتغل في كل شيء ما هم قاعدي بدوار الدولة وكل شي ماكو وفضائيين ومعرف منو وحشد شعبي ومدري منو وفلوس وفلوس حلوة تجي وتروح وماكو مردود من وراها هذه الكارثة الكبيرة وبالتالي هذا التصحر هذا الجزء هو من هو مسؤول عنه يعني من هو مسؤول عن هذا التصحر والشعب تحدثونا بهذه الفكرة تحدثونا بهذا الخبر تطولنا هذا الخبر 70% من الأراضي الزراعية الصالحة الزراعية الصالحة للزراعة في العراق أصيبت بالتصحر يعني باقي 30% وال30% من الأراضي اللي باقي صالحة للزراعة من يزراحها وين تنزرع مزارع حرقت ومزارع سيطرت عليها الميليشيات ومصائب ولاحد يستطيعه والفلاحة للزراع شي سوبيه وين يود زرعها ما هو إذا يزرع أخيار ويجيبه وينزل السوق ما سعر الأخيار الإيراني بنصف سعر الأخيار العراقي فالمواطن هذا المسكين وين يقول له يشتري الأخيار العراقي روح يشتري الأخيار الإيراني لأن ماكو دعم لبضاعتك ماكو حماية في التالي الفلاح ليش يزرع وإذا لقاله شغله شغله ميليشيات شغله معرف منه يشغله موظف بالدولة بالدولة عليش يزرع ويدوخ نفسه ويحير بالأرض ويعالج التربة وبالتالي كلها ما لها معنى هو يفكر بها ما لها معنى وحقيقة ما لها معنى في بلد لا يحترم شغل العالم ولا يحترم شغل شعب ولا يريد من الشعب أن يشتغل يريد شعب نايم كسول يعني محتمد على غياره مستورد وخلص مستهلك لكل شيء وهذا وهذا اللي يحب في العراق روح شو الأسواق العراقية إذا تلقى بها بضاعة عراقية وين الصناعة العراقية وين القطع الخاص العراقي وين الزراعة العراقية وين كل شيء ما أدنى باقية تم باقية تم مزرعة باقية تم بستان ينزلون من عند الناس يعني عايشة عالية طول عمره وخلاص أكثر من هذا من موجود وهذه مع مرور الوقت حتى هذه تخرج باربا وتنتيل قضية ونعزل من الأقعود وننتظر من غيرنا والله ومعتمدين على غيرنا كل ما تحتشوها يقول لك احنا ما يماعدنا احنا المناخ سواءنا تصحر طيب وانتوا سويتوا شنو خططكم شون قعدتوا فكرتوا سويتوا شنو الأمال خصصتوها شنو الجهات اللي اتصالتوا بيها شنو الخبرات اللي ضفتوها شفكرتوا هاتفكروا بس شون يجيبون اسلاحه شون يجيبون مخدرات وشون يجيبونه وضيعونه وتبوقون وتنهبون وتشترون بيوته وفلاله وشركاته وسياراته وطائراته ومصائد وسوان عطاله فهذه بالتالي البلد يذهب إلى إلى أسوأ الحالات لأنه هذا حالة وهذا وضع وهذا واحد من من صور هذه يعني التنمين والاستدام اللي تحدث عنها رئيس الوزراء واللي بشر بها العراقيين صورة من صورها هذه سبعين بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة تصحرت هذا باعتراف لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية هي تقول هذا مو احنا نقوله لو احنا قاعد لي شانقالوا وكذابين وقت هذه الحلقة انتهى عزاء المشاهدين نترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين نستوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة